بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع الجزء الرابع من الدرس الثاني في البداية نتعرف على تعريف عمليتي جمع وضرب الكسور فA على B زائد C على D يكون المقام المشترك هو حاصل ضرب المقامين معا بD أما البسط المشترك فهو الناتج من الضرب على هيئة مقص A في D زائد B في C أما الضرب فهو أيصر بكسير نضرب البسط في البسط والمقام في المقام A C على B D وليكم المثال التالي 1 على 3 زائد 2 على 5 المقام المشترك 3 في 5 بـ 15 ونجري عمية مقص 1 في 5 زائد 2 في 3 كما تعلمنا أن الضرب مقدم على الجامعة 1 في 5 بـ 5 2 في 3 بـ 6 يكون مجموعهما 11 ويكون مجموع هذين الكسرين 11 على 15 أما الضرب نضرب البسط في البسط والمقام في المقام 1 في 2 بـ 2 3 في 5 بـ 15 فيكون النتج 2 على 15 خواص الإشارة السالبة سالب سالب A يساوي A أي أن معكوس المعكوس هو العدد ذاته سالب A في B أي أن معكوس العدد A في B يساوي سالب AB يساوي A في سالب B يساوي سالب AB بمعنى أن السالب وهي المعكوس الجمعي إذا أخذها A أو B أو AB معا فيكون النتج في النهاية هو سالب حاصل ضرب A في B سالب A في سالب B أي أن معكوس العدد A الجمعي في سالب B في المعكوس الجمعي العدد B يساوي AB وكما أخذناه في قعدة الإشارات سالب في سالب يعطي موجب سالب 1 في A يعطي المعكوس الجمعي للعدد A أي يعطي سالب A سالب A على B يساوي سالب للكسر A على B يساوي A على سالب B فمثلا 2 بالسالب على 5 هي 2 على سالب 5 هي سالب الكسر 2 على 5 وكذلك في الخاصية 6 سالب A على سالب B معقوس العدد A على معقوس على B كما نعلم من قاتل إشارات سالب على سالب يساوي موجب في النهاية تساوي A على B وهذا يكافئ سالب سالب A على B أو سالب A على سالب B قواص الصفر الصفر إذا ضربناه في أي عدد يعطي صفرا سواء من يمين أو من اليسار A.0 يساوي 0.A يساوي 0 إذا كان A.B. يساوي صفرا هذا لا يحدث إلا إذا فقط إذا كان A يساوي 0 أو B يساوي 0 أو كلاهما يساوي صفرا وإليكم الأمثلة التالية 3 ناقص ناقص 2 نعلم أن الطرح هو عملية جمع للمعقوس الجمعي فنحولها إلى جمع ومعقوس العدد سالب 2 هو سالب سالب 2 سالب في سالب يعطي موجب أو باستخدام الخواصة السابقة سالب سالب 2 هو موجب 2 ف3 زائد 2 يساوي 5 B. سالب سالب 2 يساوي 2 C. سالب لسالب 3 على 2 هو موجب 3 على 2 نمكن أن نأخذها من القاعدة سالب في سالب بموجب 5 على سالب 2 لحذف السالب من المقام نضعها جانب الكسر سالب 5 على 2 وأخيرا إذا كان x ناقص 3 في x زائد 5 يساوي 0 هذا يحدث إما أن يكون x ناقص 3 يساوي 0 أو x موجب 5 يساوي 0 كما تقول الخاصية الثانية من خواص الصفر